تساعد صفحة مواد الطالب على إدارة العملية التعليمية من خلال المحاول الموجودة في هذه الصفحة وهي أولاً تسجيل المواد الدراسية وهنا نجد أداة لحساب التكاليف الفصلية المترتبة على كل طالب وفقاً لعدد الساعات وطرق الدفع المعتمدة من قبل الجامعة يختار الطالب أولاً عدد الساعات ثم يتم عملية الدفع ثم تظهر له المواد التي يريد تسجيلها المواد التعليمية وفيها نجد المواد المرافقة لكل مادة من مقررات ونماذج وهناك أربعة أنواع للمواد التعليمية الدرس التفاعلي المحاضرات ومراجع كتاب المادة والدروس الصوتية ثالثاً وقت المحاضرات على الجانب الأيمن يوجد أيقونات المواد التي يدرسها الطالب حالياً ومن خلال هذه الأيقونات يمكن للطالب متابعة محاضراته ومواعدها وأماكن عقادها كما يمكنه تغيير التوقيت حسب المناطق المتاحة كما يوجد أيضاً ملخص بالجدول الزمني لكل مادة خلال الإسبوع الحالي رابعاً التقويم الأكاديمي وهو نفس التقويم الموجود في الصفحة الرئيسية وفيه جدول بالأنشطة ومواعد بدئها وانتهائها ومدة استمرارها خامساً أسماء المحاضرين وفيها نجد أسماء الأساتذة المسؤولين عن إعطاء المواد وطرق الاتصال بهم إما عن طريق السكايب أو عن طريق الاتصال المباشر كما نجد أيضاً سيرتهم الذاتية حتى يتثنى للطالب معرفة خبرات المدرسين في جامعة المدينة العالمية سادساً الساعات المكتبية نختار من الأيقونات على الجانب الأيمن المواد التي يدرسها الطالب حالياً وفيها نجد جدول مواعيد تواجد المدرس في مكتبه